بسم الله الرحمن الرحيم عندنا حال مسائل مسابقة موهوب للفيزياء السؤال رقم واحد ما هو نوع الطاقة الرئيسي المستخرم عند تحريك الجسم حول البكرة A كهربائية طبعا غير صحيح ما في أي كهرباء هنا في هذا السيستم ميكانيكية ميكانيكية طبعا إجابة صح لأن الميكانيكة هي الطاقة الحركية وطاقة الوضع وزي كده فهذه زي ما نشوف هنا في طاقة حركية في طاقة وضع نعم طاقة ميكانيكية في طاقة أو في شغل كل هذه الأشياء عبارة عن طاقة ميكانيكية طبعا نشوف الخيارات الباقي C ضوئية خطأ لأن ما في في الصورة أي علاقة في الضوء D كيميائية برضو خطأ لأن الكيميائية هي مثلا كمثال المحركات في السيارة تستخدم احتراق البنزين كطاقة أساسية فالمحرك راح يكون الكيميائية هي الإجابة الصح لكن في حالتنا هنا الطاقة الميكانيكية هي الإجابة الصحية مسألة رقم 2 أي الأجسام التالية يمكن أن نصنفه من نفس نواع الرافعة يعني نشوف هذه الرافعة طبعا أنواع الرافع هي ثلاثة تنواع محور الارتكاز في المنتصف زي ما هو موجود عندنا أو القوة تكون في المنتصف أو المقاومة تكون في المنتصف نشوف الخيار أي طبعا زي ما نشوف احنا في الصورة أن نقطة الارتكاز هي هي اللي في المنتصف فنشوف أي احنا القوة راح تكون هنا والمقاومة راح تكون هنا والمحور الارتكاز راح يكون هنا فهذا من النوع اللي اللي يكون المقاومة في المنتصف فإيجابة خاطئة بي في درج هنا الدرج لا يعتبر من الروافع فبي إيجابة خطأ سي عندنا المكنسة والمكنسة لو نلاحظه هنا نمسك المكنسة من هنا ونأثر بقوة من هنا عشان المكنسة تتحرك وطبعا المقاومة راح تكون هنا فهذه من النوع اللي يكون القوة في المنتصف دي القوة راح تكون هنا والنقطة الارتكاز هنا والمقاومة راح تكون هنا فدي هي الإجابة الصح لأن نقطة محور الارتكاز في المنتصف مسألة رقم ثلاثة أي من هذه الخيارات يعطي أفضل توضيح لانعكاس الضوء A النظر في المصباح الكهربائي المتواهج طبعا إجابة خاطئة لأن ما في أي انعكاس الضوء يطلع من المصباح ويروح مباشرة للعين فالإجابة A خطأ B النظر لصورة تشكلت من ملعقة فضية الصور المتشكلة من الملعقة الفضية تعتبر مثال للانعكاس بحيث أن لو عندنا مثلا هنا كرة راح الكرة تسكع في الملعقة الفضية وبعد ذلك الضوء ينعكس من الملعقة الفضية ويذهب إلى العين فهذا مثال للانعكاس صحيح الإجابة الصحيحة بي بس نشوف الخيارات الثانية C النظر من خلال نافذة زجاجية كبيرة هذه إجابة خاطئة هذا مثال جيد للانكسار وليس الانعكاس النظر من خلال الأشياء الشفافة هي مثال للانكسار D النظر إلى نجم متوهج في السماء في ليلة صافية خطأ برضو لأن نفس مثال المصباح الكربائي الضوء يطلع من النجم ويتجه مباشرة إلى العين فتكون الإجابة خاطئة فالإجابة تكون P المسألة الرابعة أي من ترتيب المغناطيسات التالية تنجذب جميعها إلى بعض في المغناطيس له قطبين قطب شمالي وقطب جنوبي القطب الشمالي هو اللي لونه أحمر ورمزه N والقطب الشمالي هو اللي لونه أزرق ورمزه S فالأقطاب المتشابهة تتنافر والأقطاب المختلفة تتجاذب فزي ما نشوف هنا احنا بما أن S في هنا قطب جنوبي مع قطب جنوبي فهذا تنافر وهنا بعد قطب شمالي مع قطب شمالي فهذا تنافر فإي إجابة خطأ لأنه يبغى الجميع يتجاذب مش يتنافر فنشوف B في هنا أقطاب مختلفة وهنا أقطاب مختلفة فنعم بإجابة صحيحة لأن الأقطاب مختلفة فتتجاذب نشوف الخيارات الثانية سي نلاحظ أن هنا في تجاذب لأن الأقطاب مختلفة بس هنا في تنافر لأن الأقطاب متشابهة فسي أيضا إجابة خاطئة دي الأقطاب هنا متشابهة فيكون في تنافر فخلاص يكون دي خطأ لأنه يبغى الجميع متجاذبة طبعا يكفي نحن نوصل لهنا وخلاص بما أننا عرفنا أن هذه إجابة صحيحة فنعلم عليها ونمشي بس أفضل أن نشوف الفيارات الثانية عشان نتأكد المسألة الخامسة يقيس ميل الجسم إلى مقامة التغير في حركته A القصور الذاتي طبعا إجابة صحيحة هذا تعريف القصور الذاتي القصور الذاتي هو نفس قانون نيوتن الأول اللي هو يقول أي جسم ساكن يبغى يظل في حالته السكونية وأي جسم متحرك يبغى يظل في حالة الحركية واللي هي نفس الكلام اللي هنا مقاومة التغير في الحركة في حالته الحركية يعني فنشوف الخيارات الباقي B التسارع التسارع هو التغير في السرعة خلال الزمن فنهائيا نش صح الكتلة الكتلة بعض الناس ممكن يتلخبطوا ويحطوا في ذي المسألة الكتلة لا خطأ الكتلة هي عبارة عن مقدار ما يحتويه الجسم من مادة وفي علاقة طردية بين القصور الذاتي والكتلة كل ما زادت الكتلة زار القصور الذاتي بس لازم نفرق بينها الكتلة هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة والقصور الذاتي هو محاولة المقاومة التغير في الحركة سي ما هو موجود عندنا فسي إجابة خطأ الجاذبية أيضا إجابة خطأ الجاذبية عبارة عن قوة تنشأ بين جسمين لهم كتلة كبيرة يعني فإيه غلط فيكون الجواب عندنا إيه القصور الذاتي المسألة السادسة قمر يقع بين كوكبين لهما نفس الحجم كما في الشكل التالي أيهما له كتلة أكبر فهنا لازم نستخدم قانون نيوتن للجذب العام FG يساوي فيه سالب هنا بس السالب هذا يفيد في الاتجاه فقط عشان كذا نواب سجلة G ثابت كوني M كتلة الكوكب M كتلة القمر على R تربيع اللي هي المسافة بين الكوكب والقمر فنلاحظ أن أنا عندي عدة ثوابت من ضمنها FG ليش FG ثابت؟ لأن FG مش ثابت بس القيمة متساوية في الطرفين فنلاحظ أن هنا FG لازم تكون متساوية مع FG اللي هنا عشان القمر يظل ثابت مكانه فFG في الحالتين متساوي كتلة القمر طبيعي إنه بيكون في الحالتين متساوي والثابت G يعتبر ثابت كوني فبيكون ثابت في الحالتين فيبقى لي بس مقارنة بين شيئين اللي هم M والR تربيع عشان نوضح كيف تكون المقارنة بنقل R تربيع بخليها هنا فبيطلع معي الثابت FG أو القيمة المتساوية FG بالأصح في R تربيع طبعا هذا كم يساوي G الثابت وM كتلة القمر الثابت وM كتلة الكوكب اللي إحنا دمين نطلع أي واحدة فيهم أكبر فنلاحظ هنا إنه كل ما زادت الR تربيع زاد الM معها زادت كتلة الكوكب فنشوف أي القيم التالية أكبر من ناحية الR أو من ناحية المسافة بين الكوكب والقمر بنشوف إن المسافة بين القمر والكوكب الثنين أكبر من المسافة بين القمر والكوكب واحد هنا الR أكبر معناها كتلة القمر الثاني أكبر من كتلة الكوكب الثاني مع ليش أكبر من كتلة الكوكب الأول فمعناها الإجابة الصحيحة بتكون B المترجم للقناة